السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى حلقة جديدة في هنا الرياض نناقش فيها من الدول المؤسسة لهذا التحالف الذي كان آن ذلك يشمل 12 بلد المملكة العربية السعودية ساهمت عسكريا وساهمت ماليا وساهمت سياسيا وساهمت في محاربة الفكر المتعلق بالتطرف والإرهاب خلال الاجتماع الوزري لدول التحالف الدولي لمحاربة داعش الجبير يؤكد المملكة مستمرة في حربها ضد الإرهاب والدول الراعية له وترامب يتوقع هزيمة التنظيم في غضون أسبوع في أول نتائج تعليق معاهدة النووي المتوسط والقصير المدى روسيا تعلن نجاح تجربة صاروخ قتال متعدد الرؤوس عابر للقارات ولا فروف يدعو واشنطن لعدم المماطلة في تمديد ستارت البرلمان الفرنسي وجه ستارت السفراء بقانون يحد من الاحتجاجات ظهور استثنائي للحراك الأصفر وسط الأسبوع تضامنا مع حركة نقابية يسارية وارتدادات الملف توتر العلاقات بين باريس وروما استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى أربعاء اجتماعا للدول الأعظام في التحالف الدولي لمحاربة داعش وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قال إن التحالف تأسس في العام 2014 وتكون حينها من 12 دولة وكانت المملكة من الدول المؤسسة له واليوم يعقد الاجتماع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلم يستبعد الإعلان عن القضاء التام على تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال أسبوع بينما وزير خارجية مايك بنبيو قال إن بلاده وقوات التحالف حققت إنجازات عديدة في محاربة داعش وقامت بعمل ناجح في سوريا والعراق لكن يبقى الكثير من العمل حيث تدل العمليات الإرهابية في شمال سوريا وتحديدا من بجعل أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنقوذه في بعض المناطق فما سر التعارض في التصريحات الأمريكية حول نهاية هذا التنظيم وما هي المرحلة القادمة في الحرب على داعش وفي حال نهايته كيف يمنع العالم قيام تنظيمات مشابهة هزيمة داعش أيام قليلة ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي حيث رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر التحالف الدولي لمحاربة داعش في العاصمة الأمريكية واشنطن أن يتم ذلك الأسبوع القادم كما أشرت في خطابي عن حالة الاتحاد الجيش الأمريكي وشركاؤنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية قد حرروا فعليا جميع الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش في سوريا والعراق ينبغي الأعلان رسميا عن ذلك في وقت ما من المحتمل أن يكون الأسبوع المقبل وأشهد ترامب بجهود المملكة ودولة الإمارات في دعم جهود محاربة الإرهاب إعلان هزيمة لا إعلان وفاة ما يعني دخول هذه المعركة مرحلة جديدة بمحاربة فلول وبقايا التنظيم ندخل حقبة من عدم مركزية الإرهاب لذا يجب علينا أن نكون ماهرين في نهجنا أيضا طبيعة القتال تتغير ويجب علينا جميعا أن نعزز قدرتنا على تبادل المعلومات والاستخبارات مع بعضنا البعض في هذه الحقبة الجديدة يجب أن لا يكون قتالنا بالضرورة عسكرية المملكة وعلى لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل إجبير تعهدت بدعم كل الجهود الدولية والأقليمية للقضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة موقف المملكة حربية السعودية واضح من هذا الأمر المملكة تحارب الإرهاب ومن يمول الإرهاب وتحارب الفكر المتطرف بشدة على جميع الأفعاد المملكة حربية السعودية أسست التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يشمل أكثر من 40 دولة والمملكة العربية السعودية أسست مراكز لمواجهة محاربة الفكر المتطرف وهنا شدد بومبيو على ثبات السياسة الأمريكية حيال سوريا وأن ما تغير هو الأسلوب وليس المهمة تأكيد يأتي على خلفية تحذير الجنرال جوزيفوتي الرئيس القيادة المركزية الأمريكية في شهادته أمام مجلس الشيوخ من استمرار خطر داعش عقب عملية الانسحاب نواصل جهودنا عبر شركائنا في سوريا وفي بعض الحالات من أجل مواصلة الضغط على داعش حيث يستمر في تشكيل تهديد علينا ونتوقع أن يحاول مهاجمتنا ومواصلة تفجير أنفسهم وسنستمر في ممارسة الضغط عليهم لمنعهم من ذلك وبقدر تهديد داعش على استقرار المنطقة كان كذلك الخطر الإيراني حيث طلب التحالف بسحب كل الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا مع الترتيب لمؤتمر وارسو بعد أسبوع لمواجهة الدولة الأولى الرعية للإرهاب والبنك المركزي لتمويله في العالم لبرنامج هنا الرياض رندا فتحي أهلا بكم للنقاش في هذا الملف معنا هنا في الستوديو عظم مجلس الشورى دكتور إبراهيم النحاس وينضم إلينا من إسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال من باريس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس دكتور خطار أبو دياب أهلا بكم جميعا دكتور إبراهيم النحاس سر التعارض في هذه التصريحات الأمراكية حول نهاية تنظيم داعش بين ترامب ووزير خارجيته بيمبيو وأيضا مسؤولين في الإدارة الأمراكية نعم هو يبدو ظاهريا أن هناك نعم كما تفضلت تضارب في هذه التصريحات لكن من النهج الذي تابعنا يبدو أنها من حيث التنسيق الداخلي هي سياسة واحدة لأن خطابات الرئيس ترامب يبدو أنها موجهة للداخل الأمريكي لرأي العام الأمريكي بحكم أنه بداية تصرح تصريحات مسبقة تتوافق مع رؤاه الانتخابية في مرحلة معينة وأيضا نعلم بأنه داخل الانتخابات جديدة وبالتالي هو يوجه خطابه بأنه حقق إنجاز خارجي يقنع رأي العام الأمريكي ونعلم بأنه الرئيس الأمريكي متابع كثيرا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لأنه له خطابات يومية تقريبا توجه لرأي العام الداخلي أما وزير الخارجية فهو ليس متابع في الداخل الأمريكي لأنه ليس من الوزراء الخدميين في الداخل الأمريكي وبالتالي هو يتواصله مع دول الخارجية وتصريحاته الخارجية هي تعني الدول الخارجية ولا تعني الداخل الأمريكي وبالتالي كان هناك طبعا تنسيق عالي المشتوى حتما بين الرئيس ووزير خارجيته ووزير الخارجي عندما يصارح مثل هذه التصريحات هو يريد أيضا تشكيل التحالفات الدولية للعمل كما كان في مرحلة معينة تجاه التنظيمات الجماعات الإرهابية وعاد التأكيد أيضا بأن هذا العمل يجب أن يتواصل وهذا هو دايدا السياسة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية العمل ضمن التحالفات الدولية العمل ضمن التنسيق الدولي مع الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هو وجهة نظر أنه عمل تكاملي من حيث الأسس الداخلية ولكن من حيث الصيغة الإعلامية هناك خطاب رأي عام أمريكي يقوله الرئيس وخطاب رأي عام دولي أو مجتمع دولي يقوله وزير الخارجية طيب عميد رحال إذا ما سلمنا بأن هناك خطاب داخلي وخارجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هل ما زال الوقت مبكرا لإعلان نهاية تنظيم داعش في سوريا والعراق برايك؟ مساء الخير تحياتي لك وضيوف الكرام مساء الخير لكل السادة المشاهدين يعني أنا أعتقد أن الرئيس ترامب بحاجة إلى إنهاء ملف داعش كي يقول من أنه سبب لسحب القوات الأمريكية من سوريا أو إعادة التموضع والانتشار كما أرادت وزارة الدفاع الأمريكية لكن أنا أعتقد اليوم نحن لا نستطيع أن نجزئ تنظيم داعش بمعنى أن عملية طي ملف داعش والانتقال إلى ملف طهران كما يريد الخارجية أو بومبيو وزير الخارجي الأمريكي هو عملية انتقال من الفرع إلى الأصل جميعنا يعلم أن تنظيم داعش زيوم رجعية إيرانية من أحد من رجعه وأن تنظيم القاعدة أحد من رجعه هو إيران وبالتالي اليوم لا يوجد هناك عملية فرق كبير ما بين داعش وبين إيران لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول أن استطاعت إنجاز أمر مهم خلصت خمس ملايين مواطن سوري وعراقي استطاعت من تخليص مئة وعشرين ألف كيلو متر مربع من سيطرة تنظيم الدول الإسلامية لكن بالعودة إلى أرض الواقع هذه التنظيمات لا تؤمن بالجغرافيا هذه التنظيمات تعمل على زئاب المفردة تعمل على قتال مجموعة الصغراء تعمل على قتال الكمائن تكتيك أضرب وغنم وانسحب وبالتالي هذه التنظيمات لا يمكن أن تنتهي بمعنى أن الحرب على الإرهاب لا يكون بحرب عسكرية فقط يجب أن يترافق مع خطة ثقافية خطة إيولوجية خطة سياسية الأسباب الدعائية لتلك التنظيمات الظلم الذي لحقه بالسنة الذي تتمنىه تلك التنظيمات يجب أن يزال يجب أن يبعد حزب الله يجب أن تبعد إيران حتى تزال أسباب وجودها وأنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية كانت سباقة في هذا الإطار عندما أقامت مركز اعتدال عندما أقامت مركز الحوار الديني هذا جزء من الحملة التي تزيل الزرائع للتنظيمات القاعدية وتنظيمات الإرهاب وتعطي قوة للحركة العسكرية في مواجهتها عميد رحال باختصار على ماذا ينبغي التركيز في المرحلة القادمة في الحرب ضد داعش على الحرب الفكرية التمويل على ماذا بالضبط يعني عسكريا يجب أن يكون دائما قطع مصادر التمويل عن أي عدو هذا أمر بالطبيعي محاصرة في مكان محدد ثم الانقضاد عليه لكن بالنسبة للتنظيمات الإرهابية التي تبني إيديولوجيتها على رؤية فكرية رؤية دينية رؤية إيديولوجية عقائدية يجب أن تترافق مع خطة ثقافية خطة سياسية خطة اقتصادية هذه الخطط يعني متكاملة تستطيع رفع الذرائع تستطيع رفع الحجاج وتجريد تلك التنظيمات من الحاضن الشعبية وتتساهم أو تلاقى مع الجهود العسكرية في التخلص من تلك التنظيمات دكتور خطار بمبيو ذكر خطة من ثلاثة أهداف رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة للقضاء على داعش قضاء تام كما قال وهي لا تكون للإرهابيين والمتطرفين ملاجئ ولا يكونوا قادرين على نشر أيدولوجياتهم بين الأجيال الجديدة والقضاء التام على داعش يعني هذه الاستراتيجية من ثلاث خطوات حتى يعلن بعدها نهاية التنظيم بشكل كامل هل يمكن برأيك؟ تحياتي لكم ولفريق العمل في قناتكم الموقرة وللضيوف الكرام ولكل من يتابعنا عندما يعلن الرئيس ترامب بالأمس عن قرب انتهاء العمل هو يتحدث عن ما يسميه أرض دولة الخلافة المزعومة ولذلك من ناحية الميدان كما كان يقول عميد أحمد رحال الصديق أن هناك 120 ألف كيلومتر والآن بقي جايب صغير جدا في شرق الفراط ومنذ أعلان ترامب عن قراره الأحادي ومن دون علم حتى قائد القيادة الوسطى على ما يبدو تم تسريع الخطوات وفي موازاة مؤتمر ورسل الأسبوع القادم سيعلن عن إنهاء تنظيم الدولة على الأرض لكن بالفعل هذا لا يعني نهايته من هنا أهمية خطة بومبيو أن هناك استمرار في عدم تركه يأتي إلى الصحراء أو إلى أماكن في سوريا أو العراق لكنني يجب أن أنسى أنه هو موجود بشكل أو بآخر في شبا جزيرة السيناء في ليبيا في شمال إفريقيا في الساحل يعني القاعدة موجودة منذ 1998 ولم تنتهي بعد رغم ضربات كثيرة ولذلك المسألة هي هي مسألة نفص طويل ومسألة تحمل مسؤوليات وهنا كان من اللافت كيف أن ترامب أشاد بشكل خاص من المملكة العربية السعودية وبدولتين أخريتين منهما ألمانيا لأنهما سهمتها في موضوع دعم هذه المرحلة القاسية من الحرب ضد هذا التنظيم لكن في ورسو يمكن أن نرى استكمالا لهذا النهج لأن المهم هو تحصين المناطق وبناء الدول الصحيحة من دون بناء دول عادلة ووجود حلول تنموية هذا الخطر للتطرف والانحراف يمكن أن يعود إذن نتابع الآن فاصل تعريفيا عن التحالف الدولي ضد داعش ثم نعود لمواصلة النقاش القمع اشتركوا في القناة 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 لزيادة عدد الدول التي تحارب التنظيمات الإرهابية وداعش خصوصا بن بيو يقول التزام بالقضاء التام على داعش لا ملاجئ ولا لنشر أيدولوجياتهم هذه الخطة هل تكفي من غير نشر العدالة والتسامح في دول العالم والفرص المتكافئة؟ نعم هذه العوامل الثلاثة تحتاج كما تفضلت إلى بعض المبادئ الأخرى ومنها أمور المساواة والعدالة والبعد عن الفئويات والتعصبات بث الفكر الطائفي هذه من أهم العوامل التي تساعد على محاربة الجماعات والتنظيمات الإرهابية أو حتى مساعدة هذه التنظيمات بالتغلغ في المجتمعات وتشريع بعد ذلك ونقطة أخرى أيضا مهمة وأشار لها الزميل الكريم العميل الرحال فيما يتعلق بمحاربة الفكر وأشارة الاعتدال في المركبة السعودية وهذه إشارة إيجابية ودائما مملكة تكون سباقة حقيقة في مثل هذه الجوانب التي تحارب التنظيمات والجماعات الإرهابية سواء في الجوانب العسكرية وهي الجوانب التقليدية المعهودة أو في الجوانب الفكرية وغيرها ولذلك نحن نقول أن هذا النموذج سواء اعتداله وغيره كنموذج ناجح وحتى أيضا المناصحة وغيرها هذه نماذج نتمنى من الدول الأخرى أيضا أن تنهج نفس النهج وإن بأسماء مختلفة وبالسلوب الذي ربما هذا ما ذكره الوزير الجبير عندما قال بأن الحرب ضد الإرهاب هي في المملكة تشمل محاربة تمويل الخطابات التي تبرر العنف والإرهاب ومصادر التمويل بالتالي هذه وصفة سعودية قديمة بالنسبة للحرب نعم قديمة وعملت عليها المملكة وأثبتت نجاحها على أرض الواقع وبالتالي الأخذ بها من قبل الدول الأخرى وخاصة الدول التي لها بدايات لسا ليست من الدول التي لها تاريخ طويل في مثل هذا الجانب هذا أمر مهم جدا ونعود أيضا لنقطة أشار لها الزمل الكرام فيما يتعلق بالمصدر الرئيسي للإرهاب وأتى عليها تقريركم وإن لم تسمى تسمية مباشرة وهو النظام المتطرف في طهران الذي يرعى مثل هذه التنظيمات والجمعات الإرهابية ويمولها في الجوانب الفكري والأسف الجوانب الفئوية ويعمل عليها بشكل كبير جدا وأيضا يكون التنظيمات والميليشيات الإرهابية التي تمول هذه الجماعات بشكل أو بي آخر ولذلك العمل على قطع مثل هذا المصدر الرئيسي عمل مهم جدا العدالة والمساواة الاجتماعية على المستوى الدولي هذه غاية في الأهمية النظر لها من قبل جميع الدول هل تعتقد أنه سيأخذ حيزا كبيرا في وارسو واجتماع وارسو القادم؟ فيما يتعلق بطهران ودعمها للإرهابيين؟ نعم الموضوع الرئيس لمؤتمر وارسو سوف يكون مثل هذا التوجه تجاه إيران بجميع المحاور قد تحضر هذا المؤتمر في أكثر من سبعون دولة المملكة من الدول المشاركة في مثل هذا المؤتمر الهام نتمنى أن يكون أثره على أرض الواقع وليس فقط في الاجتماعات التي تتم هنا أو هناك نتمنى أن يكون هناك مواجهة لمثل هذا النظام المتطرف الذي عانت منه المنطقة بشكل كبير جدا عانت منه الشعوب وقبل ذلك عان منه النظام الشعب في إيران ووصل متطرفه حتى أمريكا الجنوبية في الأرجنتين في مرحلة معينة عميد رحال بالنسبة لعدد هذه الدول في التحالف الدولي من 12 دولة إلى الآن 79 دولة ماذا عن المعلومات الاستخباراتية وتبادلها بين هذه الدول وباقي دول العالم؟ كيف يمكن أن يحاصر ويخنق التنظيمات الإرهابية ومنها داعش؟ يعني اليوم أصبح العالم قرية صغيرة ليس عبر الإنترنت فقط مرة عبر تبادل المعلومات المنطقة لو أخذنا بسط الأمر على مستوى المنطقة الشرق الأوسط نحن اليوم أمام مشروعين مشروع تقوده إيران لنا تجاربه انظر ماذا فعلت بالعراق بسوريا باللبنان باليمن أمر واقع من أن هذه البلاد دمرت من قبل المشروع الإيراني وما يسمى بين هلالين تصدير السورة الإيرانية والتي كان يفطر أن يقول تصدير الإرهاب المشروع الآخر هو مشروع التسامع ومشروع اعتدال الذي تفرضه المملكة العربية السعودية وما حصل بالأمس بالإمارات من لقاء لأكبر مرجعيتين دينيتين لحوالي 50% من سكان العالم هذا المشروع الذي يدعو إلى الاستقرار إلى الانضباط إلى رفاهية المواطن المجتمع الدولي اليوم يريد الاستقرار إذا ما أراد الاستقرار فعليه محاربة الإرهاب الإرهاب في المنطقة ممثلا بإيران وبالتالي نعم يرتفع العدد من 12 إلى 79 وقد يصل إلى 100 دولة هذا الاجتماع يجب أن يعطي رسالة واضحة على إيران قطع كل أذرعها بالخارج على إيران الإنكفاء إلى الداخل الإيراني الشعب الإيراني يموت من جوع 60% تحت خط الفقر 35% نسبة البطالة الشعب الإيراني لا يستطيع فتح فمه إلا عن طبيب الأسنان وبالتالي على المجتمع الدولي أن يوجه رسالة تقول إن لم تكن هناك عملية احتواء وعود إلى الداخل الإيراني فالمجتمع الدولي ضاق ذرعا بهذا الإرهاب الذي امتدى ليعيز فسادا وعدم استقرار وقتل ودمار في كامل دول أرمضة طيب عميد رحال وأنت قلت في إجابتك الأولى بأن تنظيم داعش لن ينتهي أو من الصعب نهايته لكن لنفترض جدلا في حال نهاية هذا التنظيم كيف يمنع العالم قيام تنظيمات مشابهة برأيك في نقاط فقط يعني اليوم هناك البحث عن المصادر يعني اليوم وردت معلومة استخبارية تقول لماذا وافق الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي على قانون سيزر وغلز العقوبات على النظام الأسد هناك معلومة استخباراتية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت 800 ألف اتصال صوتي ولا سلكي يثبت علاقة إيران ونظام الأسد بتنظيم داعش ويثبت الأوامر التي أعطتها الإدارة الأسدية لاستخدام الأسلحة الكيموية ضد الشعب السوري إذن اليوم الإرهاب أصبح معروف التمويل معروف القيادة معروف التوجهات معروف من هم الذين يوجهون عمله ضد الشعب العربي وليس ضد الشعب السوري وبالتالي أمام هذا الواقع من الطبيعة أن تكون الاتجاهات نحو الأساس نحو المصدر الذي يغزي كل تنظيمات الإرهاب وبالتالي إيران يجب أن تكف عن هذا العمل أو عن هذا الاستهداف لأمن واستقرار المنطقة شكرا جزيلا لك من أسطنبول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال وتعليق أخير لضيفي خطارة بودياب بالنسبة للوقاية إذا كان العلاج مكلفا بعد نشوء هذه التنظيمات الإرهابية فبالتالي هل من طريقة للوقاية حتى نمنع ظهور مثل هذه التنظيمات مستقبلا برأيك باختصار نعم الوقاية هو في اتباع الإسلوب الذي تعتمده المملكة العربية السعودية في التوعية والتأهيل ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومنع استخدام الدين لأغراض سياسية ولكن في نفس الوقت تحمل العالم مسؤوليته وعدم صناعة الإرهاب وعدم تسهيل الإرهاب وعزل الأنظمة الفعلية المسببة للإرهاب وأبرزها النظام الإيراني من دون ضرب رأس الأفعى في الإقليم يمكن لهذا الإرهاب أن يعود طيب ابقى معي دكتور خطارة بودياب وأيضا دكتور إبراهيم النحاس للنقاش في الملف التالي فيه هنا الرياض بعد قليل رغم تأكيد الأفروف على عدم السعي لإصباق التسلح أو العودة للحرب الباردة موسكو تطلق صاروخا عابرا للقارات وترامب لن نقدم اعتدارات عن إعلاننا المصالح الأمريكية في خطابه عن حالة الاتحاد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تتفوق بلاده على روسيا في الإنفاق على برامج الصواريخ في غياب اتفاق دولي جديد بعد أن انسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من تعهد موسكو بتطوير منظومتين جديدتين من الصواريخ خلال السنتين المقبلتين لكن يبدو أن الأمر ليس جديدا فترامب بعيد انتخابه قال لقناة تلفزيونية في العام 2016 وبعد سؤاله عن تغريدة له دعا فيها إلى توسيع القدرات النووية للولايات المتحدة حين ليرد فليكن هناك سباق تسلح سنتفوق عليهم في كل شيء وسنغلبهم جميعا فما تدعيات الانسحاب الأمريكي من المعاهدة ولماذا كان وهل الهواجس من اندلاع حرب أمريكية روسية مبررة وهم اللتان تجاوزاها مرارا عبر السنين وهل عودة أمريكا لتطوير الرؤوس النووية وتصنيعها هدفه إنهاك الروس والصينيين الولايات المتحدة تطور نظاما دفاعيا صاروخيا متطورا في إطار تعزيز قدراتها العسكرية كلمات أكد عليها الرئيس دونالد ترامب خلال خطابه عن حالة الاتحاد بعدما حدد مهلة ستة أشهر للانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا ستة أشهر أعلنتها موسكو هي الأخرى للانسحاب من المعاهدة ردا على الموقف الأمريكي لكن وزير خارجيتها سيرجي لافروف أكد عدم رغبة بلاده في سباق تسلح نحن لنسعى لسباق تسلح كنسمة لحقبة الحرب الباردة الرئيس فلاديمير بوتين أوضح ذلك بكل جلاء بالطبع سنستخدم الوسائل العسكرية والتقنية للرد على التهديدات التي سببها انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى لفروف لفت أيضا إلى أن بلاده دعت مرارا وتكرارا إلى بدء الحديث وعدم التأجيل خاصة فيما يتعلق بإمكانية تمديد معاهدة الأسلحة الاستراتيجية المعروفة بستارت التي تنتهي في عام 2021 كل هذه المبادرات من الكريملين لا تزال مطروحة على الطاولة لكننا لن نشغل بلنا بتذكير شركائنا الغربيين بشأنها بعد الآن عندما يكونوا مستعدين للاعتراف بمسؤوليتهم عن المشاكل الناجمة عن السياسة الأمريكية فأبوابنا مفتوحة ونتحدث على قدم المساواة مع الأخذ في الاعتبار مصالح بعضنا البعض مصالح شرعية وليست مصالح خيالية ورغم ما يبدو من التصريحات الصادرة من موسكو رغبتها في احتواء الأزمة كانت تحركاتها على الأرض مختلفة وقد تشكل تصعيدا وليس تهدئة إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح إطلاق صاروخ عابر للقارات متعدد الرؤوس من مطار بيليستيسك الفضائي شمال غربي روسيا مشيرة إلى أنه نجح في إصابة أهدافه في أقصى شرق البلاد تجربة صاروخية اعتبرها وزير الدفاع الروسي سيرجيشويغو ضرورة ردا على اعتزام واشنطن لانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي السابق عام 1987 اشارات متضاربة من جانب روسيا ما قد يسمح لدور أوروبي للقيام بدور وساطة وتقريب وجهات نظر خاصة وأنه الطرف الذي سيكون ساحة لأي سباق تسلح محتمل بين روسيا والولايات المتحدة لبرنامج هنا الرياض شهاب شعلين أهلا بكم من جديد واصل مع ضيفي هنا في الاستوديو عضو مجلس الشورى دكتور إبراهيم النحاس من باريس معي أيضا يبقى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس دكتور خطار أبو الدياب وينضم إلينا من موسكو الكاتب والبحث في الشان الروسي دكتور أشرف الصباغ أهلا بكم جميعا دكتور أشرف أبدأ معك هل من تدعيات للانسحاب إلى مركز من هذه المعاهدة وبعده تعليق العمل بها من قبل روسيا يعني انعكساته على روسيا تحديدا وهل إلى أي مدى يمكن أن تمضي في أو على طريق سباق تسلح جديد برأيك في وقع الأمر روسيا كما جاء في التقرير الذي سمعناه منذ قليل تبعث بإشارات متضاربة وتحاول قدر الإمكان لجم خروج أو انسحاب الولايات المتحدة لأن موسكو ببساطة شديدة تعرف أنها سوف تنهك كثيرا في حال دخلت سباق تسلح بشكل متوازي ومتزامن مع الولايات المتحدة وكما نعرف أيضا أن ميزانية الدفاع للولايات المتحدة تبلغ ما يقرب من عشرة أضعاف ميزانية الدفاع الروسية وبالتالي روسيا تحاول أن تبعث برسائل مختلفة سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى أوروبا وهي رسائل مختلفة وقد تكون متناقضة أيضا ولكن ذلك تفاديا لتبديد الموارد وتبديد الميزانيات في سباق تسلح روسيا تعتمد في الحقيقة على عمليات تطوير رأسي لبعض الأسلحة المنفردة لكي تستطيع أن تدخل أو تقف على موازين قوى معينة ولكنها لا تستطيع أن تقوم بتطوير أفقي كما تفعل الولايات المتحدة التي تمتلك إمكانيات وموارد مالية كبيرة روسيا في واقع الأمر قد تستجيب لأي إشارة من الولايات المتحدة ولكن كما نرى إدارة الرئيس دونالد ترامب مصممة ليس فقط على الخروج من هذه المعاهدة وإنما النقوص على كل المعاهدات التي أبرمتها سواء مع روسيا أو مع الكثير من خصومها أو حتى حلفائها دكتور خطار أبو ديابي يبدو أن الأمر كان مبيتا بالنسبة لترامب حتى قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة وقال بصريحة العبارة إن كانوا يريدون سباق تسلح جديد فليكن سنغلبهم جميعا بالتالي إلى ماذا يهدف الرجل؟ هل إلى معاهدة ضم الصين مع روسيا أم إلى تفوق جديد عندما رأى أن روسيا بدأ نجمها يصطع من جديد؟ بالفعل التحذيرات الأمريكية أخذت تصدر قبل وصول ترامب إلى الحكم حتى في آخر سنين إدارة أوباما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقها من تجارب روسية وعلى ما يبدو ليس هناك عندنا آلية مستقلة للتحقق إذا كان هناك تحكيم أو فعلا تقوم روسية بتجارب مخالفة الأهم أنه ضمن هذا الشكل المتبادل ومناخ عدم الثقة وتطوير السلاح من هنا وتطوير من هناك نحن الآن أمام شبه نهاية لمعاهدة شكلت الأساس لأنهاء الحرب الباردة هذه معاهدة وقعت في العام 1987 أيام كورباتشوف وكانت بداية السقوط للتحق السوفيتي ولذلك الآن بوتين يسترجع شيئا فشيئا قوة روسيا ويبقى عندنا فقط آلية وحيدة اسمها معاهدة نيو ستارت للأسلحة البعيدة المدى الاستراتيجية والصواريخ والتي ينتهي العمل بها في العام 2021 بالطبع يمكن أن نفكر أن هدف الولايات المتحدة وضع الصين على الطاولة لأن الصين لم تكن في العام 1987 تملك هذه التقنيات وهذه الصواريخ نحن الآن أمام السباق متعدد الأوجه في البر والبحر والصواريخ والنووي وكذلك في الفضاء ولذلك هناك معطى في هذه الفوضى الدولية خطر جدا وإذا لم يبدأ حوار بين هذه الأطراف الطرفين الروسي والأمريكي وأيضا الصيني هناك حتى دول أوروبية اليوم مثلا فرنسا قامت بتجربة لقدراتها في القطف النووي وكأنها توجه رسالة أنها قادرة على حماية نفسها لأن هذه المعاهدة كان مصرحها أوروبا طيب يعني دكتور النحاس الآن كل الدول ربما ستطور صواريخ ليكن لماذا الهواجس من اندلاع حرب نووية أمريكية روسية تحديدا وهما التي تجاوزها على مر التاريخ يعني كانت هناك حوادث عديدة ولكن ربما الأبرز حرف فيتنام وأفغانستان كان هناك من وراء جدار وليس أو من وراء ستار بينهما نعم هو الهواجس قد تكون غير مبنية على واقع علمي أو حتى على افتراض أنها سوف تحدث هي لا تتعدى أن تكون اجتهادات قد يكون من بعض الطروحات التي لا تعلم حقيقة ما يدور في الخفايا بين هذه الدول أو لا تعلم حتى مصادر القوة التي تمتع بها كل دولة إمكانية أن يقوم هناك نزاع بين الدولتها أمر مستحيل ولا يمكن حتى توقعه وتخيله لإعتبارات كثيرة منها اختلاف ميزان القوة الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ودعني أقول بقية الدول العالم الأخرى بما فيها الروس والصينيون من جهة أخرى حتى لو تحالفوا ضد الولايات المتحدة فالمسافة كبيرة جدا الولايات المتحدة تريد يبدو أنها من هذا المنطلق عندما ذهبت لهذه الاتجاهات ودعنا أن نسترجع انسحابها من اتفاقية المناخ قبل فترة وأيضا انسحابها من أمور أخرى في دخل المتحدة وفرضها أيضا لجندة الأمريكية هي تريد أن تقول للعالم بأنني أنا القوة الوحيدة في هذا المجتمع الدولي وهذه القوة سوف تستمر لعقود قادمة لماذا في هذا الوقت تحديدا لأن روسيا بدأت تستعيد عافيتها طبعا هذا من جهة ومتفضل به الزملاء أتفق معه فيما يتعلق بمحاولة المتحدة الأمريكية إنهاك الروس هذا بشكل جيد ولكن هذه لها منطلقات ودعني أقول هنا أن دارسي العلاقات الدولية يعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية وترامب بالتحديد الآن يريد أن يستخدم ما يطلق عليه بعلم العلاقات الدولية النظرية الواقعية الهجومية وهذه لها فعالية كبيرة جدا الآن في مؤسسات الوزارة الدفاع الأمريكية والاستخبارات الأمريكية بالتحديد وإن كانت وزارة الخارجية لا تتفق مع ذلك قد يكون الوزير الخارجية متفق معها وهي تقوم على الهيمنة الأمريكية العالمية على جميع المستويات ومحاولة ضرب القوى الصاعدة بأي حال من الحوال لكي لا تذهب إلى اتجاهات قد تجعل من تلك القوى إلى حد الماء منافس في دعني أقول ليس على المستوى الدولي منافس في الأقاليم التي تتواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية هذه نقطة لأوليدنا ذهب بعيدا يضاف إلى ذلك نقطة أخرى أيضا يبدو أن الروس خلال المرحلة الأخيرة وجدوا من يشتري أسلحتهم بشكل أو بآخر وأصبحوا مسوقين للسلاح الدولي خاصة في الدول التي تعتبر تاريخيا حليف الولايات المتحدة الأمريكية ومنها دول الخليجة التي ذهبت لإشراء بعض الأسلحة الروسية الولايات المتحدة تريد أن تقول بأنها أيضا هي تملك الأسلحة التي تتفوق على تلك الأسلحة الروسية بتطور جديد ومعنى آخر كانت تريد تقول لحلفائها انتظروا السلاح الروسي لن يكون منافسا في المشتق والقريب نظرية أخرى برضو أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أيضا أن تظهر في المرحلة المستقبلية بأن المناقشة السياسة الأمريكية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ليست مجال للنقاش على المستوى الدولي لأنه لا توجد هناك أماكن أو نقاط للمقارنة بين القوى الأمريكية والقوى الروسية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى إذن هي كثير حقيقة من فقط نقطة أخيرة هنا قبل أن نختم أنا وجهة نظري أن الروس إذا ما دخل إلى مثل هذا السباق الدولي فسوف يعانوا معاناة كبيرة جدا خاصة أنه هو اتحاد روسي وليس دولة روسية وبالتالي عليهم التنبه لما حدث في الثمانينات أن لا يحدث مجددا في داخل الاتحاد الروسي طيب دكتور أشرف الصباغي يعني انهيار الاتحاد السوفيتي كما قد ضيفي هنا كان سببه الأساسي هو الانخراط بقوة في سباق التسلح وأنهك اقتصادها الآن ما يفعله ترامب هل الهدف منه هو انهاك الصين وروسيا برأيك أم له مبررات أخرى على سبيل هيمنة أمريكية مطلقة كما قال الضيف هنا يعني في واقع الأمر الرئيس بلاديمير بوتين اعترف بأن هذه المعاهدة في عام 87 كانت هزيمة للاتحاد السوفيتي وكانت نتيجة لهزيمة الاتحاد السوفيتي وقال أيضا أنها كانت معاهدة استسلام من جانب الامبراطورية السوفيتية السابقة نأتي إلى مسألة الحرب لن تنشب أي حرب نووية بين هذه القوة وخاصة وأن الأمر أصبح مستبعد أكثر مما كان مستبعدا إبان وجود الاتحاد السوفيتي بعيدولوجيته الاشتراكية أو الشعوعية الآن كل هذه القوة تتنافس وتتصارع على أرضية رأس مالية صرفة نعود إلى عملية الإنهاكة في واقع الأمر الصين ليست على مساحة العسكرة الدولية وإنما هي على مساحة الاقتصاد الدولي وبالتالي قد تكون هناك عوامل وأدوات محددة للتعامل أو لتعامل واشنطن مع بكين في هذا الإطار ولكن المسألة هنا تخص روسيا بالذات روسيا في واقع الأمر كانت وريسة الاتحاد السوفيتي ونعرف أن أحد أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي كما قلت منذ قليل هو دخوله في سباق تسلح وبالتالي أنفق وبدد الموارد المالية على سباق التسلح ونسي أهم الأسس الاشتراكية وهي مسألة التنمية الداخلية ومسألة حيات الناس ومستوى المعيشة ونسي أقول ذلك ودخل في سباق تسلح دكتور أشرف عفوا للمقاطعة هنا نقطة في غاية الأهمية حتى بالنسبة لترامب دكتور أشرف يعني رجل اقتصادي في النهاية هو يبحث أيضا كما قال عن معاهدة جديدة قد يضيف فيها الصين فيما يومنا العام 1991 قمت بإطلاف أمريكا 859 صاروخا روسيا 1752 صاروخا يعني كرجل اقتصادي ترامب هل يلوح بهذا الأمر فقط للحصول على مكاسب من روسيا لأنه لو طور هذه الصواريخ وغدا كانت هناك معاهدة فكلها ستذهب هباء يعني هو مسألة التطوير كل من الطرفين يضع إصبعه في فم الآخر كل الأطراف تضغط ولكن لا حرب ولن تنشب أي حرب المسألة هنا وكنت أود أن أقول أن هناك تراكمات مالية حدثت في عهد الرئيس فلاديمير بوتن منذ عام ألفين أو ألفين وواحد هذه التراكمات المالية أصبحت في يد دولة رأس مالية تتصارع على مناطق النفوذ وعلى الأسواق وبالتالي الصراع في أساسه هو صراع اقتصادي والولايات المتحدة ترفض أي طرف يمس بهيمنتها العسكرية وأيضا بهيمنتها الاقتصادية روسيا تحاول في واقع الأمر دخول المنافسة الرأس مالية والبحث ليس فقط عن أسواق وإنما عن مناطق لتصريف التراكمات المالية الأمر الذي يهدد الولايات المتحدة كقوة اقتصادية كبرى ووحيدة في العالم حتى بالنسبة للصين الآن الولايات المتحدة تحاول حصار روسيا في أكثر من نقطة سواء بالعقوبات أو بالحصار الاقتصادي أو بالتهديدات العسكرية شكرا جزيلا لك من موسكو الكاتب والباحث في الشان الروسي دكتور أشرف الصباغ وقبل أن ننهي هذا المحور نتوقف مع أبرز ما قاله ترامب في خطاب حالة الاتحاد فيما يخص سياسة تجاه روسيا تحديدا وشرق الأوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا نواصل مع ضيوفي وننتحول إلى الملف الأخير في هنا الرياض بعد قليل موسيقى البرلمان الفرنسي واجه المرض الأصفر بتشريع قانون للحد من الاحتجاجات ونائب رئيس الوزراء الإيطالي مستعد لفتح صفحة جديدة بعد التشابك بشان السترات الصفراء استدعت فرنسا سفيرة في إيطاليا للتشاور على خلفية لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو مسؤولين من حركة السترات الصفراء ليكتب الرجل بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي رياح التغيير تخطط جبال الألب الخلاف المحتدم بين البلدين عبرت عنه الخارجية الفرنسية في بيان بأن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية فما هي الأسباب التي تقف خلف الموقف الإيطالي؟ وهل تستطيع إيطاليا منفردة تغريد خارج السرب الأوروبي؟ وهل هي في وضع اقتصادي أفضل من فرنسا يضمن لها عدم خروج احتجاجات مستقبلا؟ في محاولة تهدف إلى مواجهة احتجاجات السطرات الصفراء المناهضة للحكومة الفرنسية والمستمرة منذ ثلاثة أشهر وفق البرلمان الفرنسي بأغلبية كاسحة على مشروع قانون يهدف إلى الحد من المظاهرات القانون يعطي السلطات المحلية الحق في القبض على من تراه أنه قد يثير الشغبة بل ويعطيها الحق كذلك في منع المتظاهرين أنفسهم من المشاركة في فعاليات احتجاجية ومنعهم من ارتداء الأقنعة قانون أثار انتقادات واسعة فضل تقييده الحريات المدنية في بلد طالما تغنى بأنه بلد الحريات وعلى الرغم من إطلاق رئيس إمانويل ماكرون نقاشا وطنيا واسعا لم يجد حزبه سوى اللجوء للبرلمان بعدما رفض أصحاب السطرات الصفراء المشاركة فيه في وقت تتعرض فيه الحكومة لإحراج جراء حصيلة ضحايا هذه الاحتجاجات منذ 17 نوفمبر ووزير الداخلية كريستوف كاستانير صاحب سجل مروع 12 حالة وفاة و1800 مصاب من المتظاهرين و12 من الشرطة فمنذ أحداث حرب الجزائر لم يصفر أي احتجاج في المدينة عن مثل هذه النتيجة المروعة والمأساوية واتخذ الحراك الاحتجاجي العفوي بعدا جديدا بعدما نظمت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل وأحزاب يسارية فرنسية اضربا وطنيا لأربع وعشرين ساعة واحتجاجات جديدة للمطالبة بزيادة الأجور وتحقيق العدالة الضربية وحرية التظاهر في تصعيد جديد يضيق الخناقة على ماكرون وحكومته احتجاجات هذه المرة جرت الثلاثاء على عكس الجولات السابقة التي كانت تجري السبتة من كل أسبوع وكان اللافت فيها ظهور السطرات الصفراء جنبا إلى جنب مع احتجاجات النقابة الكونفدرالية يجب أن نعمل مع أصحاب السطرات الصفراء لأن لنا مطالب مشتركة الأمر لا يتعلق بأن نكون جنبا إلى جنب بل أن نكون سويا لتحقيق تقدم وإسقاط الحكومة وكانت باريس كالعادة المدينة الحاضرة في كل احتجاج حيث وقعت اشتباكات ومصادمات مع الشرطة مشهد تكرر في مدينة ليل ومدن فرنسية أخرى وضع متفجر قد يخرج عن نطاق السيطرة أشرت معه وسائل إعلام فرنسية إلى أن ماكرون يدرس فكرة تنظيم استفتاء في مايو المقبل حول عدد من الموضوعات الدستورية في خطوة أخرى من أجل الخروج من أزمة لا يبدو في الأفق مؤشر على نهاية وشيكة لها رغم المحاولات من جانب الحكومة الفرنسية وفي منعطف آخر على وقع هذه الاحتجاجات توترت العلاقات الفرنسية مع إيطاليا التي كشف نائب رئيس وزرائها لويجي ديمايو عن لقائه ممثلين من أصحاب السطرات الصفراء ما دفع الخارجية الفرنسية لاستدعاء سفيرها بروما ردا على ما اعتبرته استفزازا جديدا غير مقبول قبل أن يدعو لويجي لفتح صفحة جديدة مع باريس لبرنامج هنا الرياض حازم السيد دكتور خطار أبو ديابي ما هي الأسباب التي تقف خلف الموقف الإيطالي برأيك ودعمهم للسطرات الصفراء منذ وصول الحكم الجديد في إيطاليا وهو حكم مكون من الرابطة وهي حزب متشدد وطني يصفه البعض بأنه عنصري وبقيادة وزير الداخلية الحالي سالفيني وحركة الخمسة نجوم بقيادة ديمايو وهي حركة لا تعترف بالنظام تطالب بالخروج على النظام وكان لها موقف متشدد من المهاجرين انتقاد ماكرون لذلك أثار غضب الإيطاليين وقالوا أنهم لا يقبلوا الدروس من فرنسا وهناك مساء الأخرى زادت في التوتر تقارب الفرنسي الإلماني المحور الفرنسي الإلماني اعتبرته إيطاليا وكأنه يمس بمصلحها توبيخ بروكسل لإيطاليا حول ميزانيتها قالت أن فرنسا وألمانيا تقفان وراءه وهناك موضوع ليبيا هناك تنافس كبير على ليبيا على النفوذ هناك كل هذا يدعى إلى صعود التوتر بين البلدين طيب دكتور النحاس طالما إيطاليا تحاول معاقبة أوروبا بالكامل يعني أو تبني موقف مغير شاهدناه في فنزويلا مثلا على سبيل المثال هل تستطيع أن تبقى خارج السرب الأوروبي طويلا؟ لما صعب جدا ويبدو أنه إذا ما ذهبت بهذه الاتجاهات قد تعاني كثيرا في المرحلة المستقبلية خاصة وأنه اقتصادها في الأصل ضعيف مقارنة بفرنسا وبالدول الأوروبية وبالمانيا بالتحديد هذه الدول الكبيرة الاقتصاد الإيطالي يعاني كثيرا المجتمع السياسي في إيطاليا أيضا حتى في الداخل الإيطالي أيضا منهك هناك الكثير من لا استقرار في الحكومات أو حتى في عملها في الإنجاز كثير من الإيطاليين أيضا يعملون في بعض الدول الأوروبية وقد يعانون أيضا في مثل هذه الحالة دعني أقول من المعاملة التي قد تكون مستقبلا غير متساوية ليس قانونيا وإنما قد تجد هناك من لا يحب الإيطاليين في مرحلة معينة نتيجة مثل هذه السياسات خاصة وأنه كما تفضل الزميلة الإرث التاريخي بين الإيطاليين والفرنسيين والألمان في داخل أوروبا ليس تاريخا إيجابيا وإنما تاريخ تنتابه الصراعات الصراع الداخل الخارجي أيضا في ليبيا وفي أيضا بعض الدول الأفريقية أيضا هذا يوظيف أيضا بعدا من هذه ومن الانهاك للدول الإيطالية في حال كما تفضلت خرجت من المكون الأوروبي باتجاهات معينة على ماذا تعول لا نعلم حقيقة على ماذا تعول لأنه لا يوجد لإيطاليا هل هي في منأ من خروج تظاهرات احتجاجية على الاقتصاد وأن تتقوض ضعيف نعم للأسف هو الأقرب أن يخرجوا في إيطاليا من فرنسا ولذلك قد تصل شرارة هذه الاحتجاجات إلى الداخل الإيطالي وقد تقوض الكثير حقيقة من الأمور في داخل إيطاليا لأنه في الأصل هي حكوماتها منهكة وبرلمانها أيضا ليس من البرلمانات الفاعلة كما هو في إذا ما قررنا بفرنسا بالتحديد طيب دكتور خطار القانون الذي أقره البرلمان لمنع المحتجين من تغطية وجوههم منح سلطة أقوى للشرطة يعني هل ينجح برأيك في محاصرة السطرات الصفراء يعني هذا القانون يدعى هنا قانون مواجهة المشاغبين أي من يقوموا بالتكسير أو من يقوموا بأعمال شغب كبيرة على هامش المظاهرات يرتدون أقنعة يخفون أوجاههم يحملون بعض الأسلحة البيضاء ولذلك حتى يكون هناك عذر قانوني لملاحقتهم أتى هذا القانون من حيث المبدأ لن يمس حرية التظاهر للمتظاهر السلمي الذي عنده رخصة وعنده مبرر لكن أوساط الجمعيات كما في كل المسائل خاصة المنظمات الغير الحكومية تعتبر أن ذلك ينقل فرنسا لتكون دولة بوليسية ولا تحترم حقوق الإنسان في المسألة نقاش لكن في البرلمان جرى إقرار ذلك وسنرى عند التطبيق إذا كان المجلس الدستوري أو الاعتراضات الأخرى ستفلح في إيقاف هذا القانون طيب الدكتور النحاس الرئيس الفرنسي منويل مكرون قال بأنه قد يفكر الآن في وضع حد للسطرات الصفراء من خلال صناديق اقتراع استفتاء تزامنا مع الانتخابات الأوروبية على ماذا سيستفتي على ماذا سيقترع حتى يوني هذه المركات الحقيقة لا يوجد ما هو مشرع ليعمل عليه هل يريد على سبيل المثال تعديل في أنظمة معينة في أنظمة الاقتصاد المطالب هؤلاء الناس هي التحسين المستوى اقتصادية في امتياز وتتطلب من زيادة المستوى الدخل على سبيل المثال فهل تملك الشركات الفرنسية في الداخل زيادة مثل تلك لأنه هو كحكومة لا يملك هذا الدور تلك من مصلاحيات الشركات فبالتالي هو أيضا لا يستطيع فرض ذلك على الشركات بحكم أن النظام الرأس مالي وبالتالي لا يملك إلا التنظيم ولا يملك بعد ذلك أمور مالية يستطيع بها المسألة أعمق بكثير هي تتعلق في تطوير الجانب الاقتصادي كما قلنا قبل ذلك إذا لم تذهب فرنسا وألمانيا وأيضا حتى بريطانيا وإيطاريا الأولى إلى تحسين ظروفهم الاقتصادية وتطويرها سوف تعاني أوروبا كثيرا في المرحلة المستقبلية شكرا جزيلا لك ضيفي هنا في الستوديو عظم مجلس الشورى دكتور إبراهيم النحاس ومن باريس وستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس دكتور خطار أبو دياب شكرا جزيلا لك وشكر موصول لكم مشاهدينا لقونا يتجدد الأحد وحلقة جديدة منه نرياض في عمل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة